نصبت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية كمينا محكما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الحوثيين المدعومين من طهران إلى جانب غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في جبهة نيم شرقي العاصمة المختطف صنعاء وأفادت مصادر عسكرية بأن معارك عنيف اندلع تعقب استدراج مجاميع حوثية إلى كمين محكم بجبهة الصلب والنجد والمخادرة وأضافت المصادر أن القوات الحكومية بمساندة رجال القبائل كبدت ميليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفي السياق ذاته دمرت مقاتلات التحالف العربي عددا من الآليات والأطقم والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإنقلابية ترجمة نانسي قنقر